أكد أن بالمستقل باسم خشان أن طرح فقرة إقالة محافظ صلاح الدين ضمن جدور أعمال جلسة البرلمان الأخيرة كانت مفاجئة مبين أن القرار كان انتقائيا وكان الأولى من البرلمان أن يطرح كامل الأسماء المتهمة بالفساد من المحافظين في سلة واحدة وأضاف أن قضية إقالة عمار جبر الجبوري كانت مفاجئة وكان إدخالها ضمن جدور أعمال جلسة البرلمان الأخيرة دون مقدمات أو عرض تصلي لسبب طلب التصويت واعتبر خشان القضية انتقائية وتقف وراءها أسباب سياسية وتناحر بين قوى الأحزاب السنية